فاكهة تصير الزعر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قتلت وأصابت المئات وتنتشر بشكل كبير شو التفاصيل؟ ذكر مركز السيطرة على الأمراض والأوبية في الولايات المتحدة الأمريكية CDC أن التفشي المستمر لعدوى سلمونيلا المرتبطة بفاكهة الكنالوب أو كما تسمى أيضا الشمام مستمر في التوسع وذلك مع رصد 300 وحالتين جديد بأكتر من 42 ولية إلى حد الآن في حين توفى أربع أشخاص في ولايتي منيسوتا وأوريغان وكشف تقرير لشبكة CNN أن مركز السيطرة للأمراض أشار إلى أن العدد الحقيقي للمرضى ربما يكون أعلى بكثير وأن الحالات قد لا تقتصر على الولايات المسكورة فقط وذلك لأن العديد من المرضى يتحسنون دون رعاية طبية ومن دون خضوعهم لفحوصات السلمونالة فيما يتعلق بكندا إخواننا إلى حد الآن تم الإبلاغ عن 153 حالة مؤكدة مرتبطة بتفشي المرض في 8 مقاطعات بالإضافة إلى رصد 6 وفيات وبما يتعلق بهذا الموضوع عم بيقولوا الصوتات الصحية بأمريكا أنه هن الشركات والمتاجر طلب منهم عدم بيع الفاكهة الملوسة بالإضافة أنه طلب منهم غسل وتعقيم العناصر لتلامسة معها فيما يتعلق بالسلمونالة هي بكتيريا يمكن أن تسبب القيء والإسهال وتشنجات المعدة والحمة حيث تبدأ الأعراض عادة بين 6 ساعات إلى 6 أيام مع دخول البكتيريا إلى الجسم ويمكن لأي شخص أن يصاب بالسلمونالة لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة بما في ذلك كبار السن والحوامل والأطفال والذين يعانون من أمراض تضعف جهاز المناعة أكيد نتمنى منكم أن تعملوا شيروا لهذا الفيديو على أوسع نطاق خلي هذه المعلومات توصل لأهلنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اعملوا شيروا لهذا الفيديو وطاق الأشخاص ثانيين أيضا لمنهم تابعنا يتابعنا بطريقة مجانية لايك وفولو على فيسبوك إنستجرام وتيك توك وسبسكراب على يوتيوب